كرمت مجموعة رؤية الإعلامية عادداً من موظفيها ممن أمضوا أكثر من خمسة أو خمس وعشر سنوات ضمن أسرة رؤية التي انطلقت عام 2011 لتحلقه في سماء الإعلام الخاص في صدارة شبكات التلفزة الوطنية وخلال لقائه الموظفين في القناة كدى الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس فارس الصائغ أن تكريم الموظفين سنوياً يعكس تقدير المجموعة لجهودهم وتفانيهم في العمل لرفع اسم رؤية عالياً وقدر الصائغ عالياً التزام المكرمين وانتماءهم لأسرة المجموعة مؤكداً أن استمرارهم في العمل يثبت رهان إدارة المجموعة على التفرد والابتكار والاستدامة بخلاف توقعات أصوات شككت بالقدرة على الصمود لدى نشأة رؤية وقدم الصائغ دروعاً تكريمية لأحد عشر موظفاً ممن أكملوا عشر سنوات في رؤية ولعشرة آخرين انضموا إلى المجموعة قبل خمس سنوات خمس سنين من العطاء من الإنجازات من الفخر وفخور جداً بكوني جزء من هذه المؤسسة العظيمة بهذا الانتاج بهذه الصورة العظيمة التي طلعت فيها هذه القناة أنا خمس سنين لكن هي إن شاء الله السنة الجاي بتكون خمس عشر سنة من الإنجاز من العطاء إن شاء الله بالبداية لفتة جميلة من قناة رؤية تكريم وظفيها الذين أمضوا خمس سنوات وعشر سنوات أنا اليوم تم تكريم على عشر سنوات وهذا إشي بفخر فيه وبفتخر فيه أني أمضيت عشر سنوات من عمر في هذه المؤسسة لها كل الاحترام والتقدير وإن شاء الله نسع إلى الأمام وإلى التقدم في السنوات القادمة إن شاء الله أنا مصور ميداني إلي اليوم أكثر من خمس سنوات وبفتخر بهاي المسيرة أنا كمصور غطيت أحداث وواجهنا تحديات صعبة والحمد لله رب العالمين مع رؤية عشر سنين كانوا من العطاء تعلمنا كتير واشتغلنا كتير وبرضو تقدرنا كتير يعني أنت لما تحكي عن مؤسسة عم بتكرم كل خمس وعشر سنين موظفيها هذا دليل أديهم عم بدعمونا أديهم عم يعطونا الاهتمام والدعم اللي إحنا بحاجته عشان إحنا نعطي شغل أكتر ونعطي شغل حتى بجودة أعلى بديح كان عشر سنين كانت مليانة بالتعاون بالمثابرة تعلمنا كتير غلطنا كتير عودنا تعلمنا كتير والله ما رقوا لعشر سنين ما رقوا بحلوها ومرها والحمد لله طبعاً إحنا دائماً منشكر قناة رؤية ومديرها فرس الصايع على هذا التكريم ودائماً إحنا متعودين أنه دائماً بكرمونا بوقفوا معنا فشكراً لهم اشتركوا في القناة